قصة فوكس أو الثعلب الصغير قصة حقيقية ذات مرة كانت هناك فتاة صغيرة اسمها سارة تعيش في قرية صغيرة مسالمة محاطة بالغابة استمتعت سارة بقضاء أيامها في استكشاف الغابة وجمع الفطر لجدتها التي استمتعت بطهين وجبات لذيذة معهم ذات يوم بينما كانت تسير في الغابة رأت سارة ثعلبا صغيرا بدى مصابا اقتربت ببطء ورأت أن مخلب الثعلب عالق في فخ كانت سارة حزينة للغاية لرؤية الحيوان يتألم وقررت مساعدته استخدمت كل قوتها لتحرير الثعلب من فخه وعالجت مخلبه المصابة بالأوراق والماء بدى الثعلب ممتنا جدا لسارة وقرر أن يتبعها أينما ذهبت استمتعت سارة بصحبة الثعلب الصغير وكانت سعيدة بمعرفة أنه أصبح أفضل لآن ومع ذلك فقد عرفت أن الثعلب حيوانات برية وقد حان الوقت لإعادته إلى الغابة أعادت سارة الثعلب إلى موطنه الطبيعي وادعه بقلب حزين لم تكن تعرف ما إذا كانت سترى الثعلب الصغير مرة أخرى لكنها كانت تأمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له بعد بضعة أسابيع بينما كانت سارة تمشي في الغابة لاحظت شخصية مألوفة لقد كان الثعلب الصغير الذي أنقذه بدى سعيدا وبصحة جيدة تأثرت سارة لدرجة أنها لم تستطع إلا أن تحدنه تاعق الثعلب وجهه بامتنان وغرب إلى الغابة كانت سارة سعيدة بمعرفة أن الثعلب آمن وأن صداقتهما كانت قوية أدركت أن ذاك أن أصغر أعمال اللطف يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياة الآخرين وأنه في بعض الأحيان يمكن العثور على الصداقة في أكثر الأماكن غير المتوقعة